قالت مؤسسة البترول الكويتية أن مجلس إدارتها اعتمد في اجتماعه اليوم مشروعا بإنشاء وتملك وإدارة محطة تعمل بالطاقة الشمسية تطبيقا لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتأمين 15% من احتياجات الكويت من الكهرباء بحلول عام 2030 وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح حال